كلنا شفنا مبارح سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما وجه عدد كبير من الرسائل السياسية خلال ندوة التثقفية السابعة والثلاثين للقوات المسلحة اللي عقدت بمناسبة يوم الشهيد سيدة الرئيس قال إن مهما كانت الصعوبات اللي بتقابلنا كمصريين مهما كانت الظروف الصعبة اللي من وجهها لكن بفضل الله كل الأمور أصبحت الآن بتعدي صحيحة مصطفى كمان قال سيدة الرئيس إنه فيه تمن كبير قوي اتدفع في مواجهة الإرهاب عشان البلد دي تبقى فيه أمن وسلام خلينا نرف تفاصيل أكتر عن رسائل سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بيوم الشهيد نرحب بالواقع عادل عمد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية سبعة الخير راح داك يا فنم بنوار نفس سبعة الخير أهلا سيدة جمان أهلا أستاذ مصطفى كل صناح حقاكم طيبية من الشعب المصري كل خير أهلا وسهلا يعني زي ما تبعنا خلال هذه الندوة التطقيقية في نسختها السبعة والتراتين ويعني تم تسميتها تحت عنوان التمن تمن كبير قوي الدفع يا فنم خلال كل النسخ السابقة عندنا أمثلة كتير قوي لشهداء ضحوا بنفسهم وشفنا أسر الشهداء وشفنا أولادهم الحقيقة يمكن طبعا اليوم دا مش كافي كل يوم يستحق أن يكون بمثابة يعني شكر وعرفان لكل شهيد ولكل أسر الشهداء بس لو إحنا بنتكلم دلوقتي إحنا بنتكلم برضو إحنا الحمد لله وإحنا في أمن وأمان لازم دايما نفتكر ونرجع كده نشوف كان إيه اللي بيحصل وقتها وليه كان لازم التمن دا يدفع تمن مش بسيط دي أرواح شهداء أرواح أبطال فضل بسم الله الرحمن الرحيم طبعا كل التقدير والتحية لأرواح الشهداء لأنهم فعلا لو لا هم كنا هنا يعني لن نكون نجري هذا الحوار ولا كنا عايشين في استقرار لو لا هذا التمن اللي عدا كنت عليه الكبير اللي هو أرواح وتضحيات أبطال من الشعب المصري في كل فئاته صحيح النتيجة الحمد لله الحالة اللي احنا بنعشها دلوقتي فالتمن كان كبير بالفعل وفيه ترجمة حققية وواضحة كانت أثناء استعراض اليوم بالأمس كان فيه كثير من النمازج التي تدلل على أن كان التمن غالي يعني هستشت بجزء بسيط هو الطفل بالأل كله وكلنا مشاعرنا كانت يعني يعني مجياشة في هذا الموقف وكنا كلنا متأثرين وكثير من مننا يعني غروقت في عينيه الدموع نتيجة المشهد ده فقد والده شهيد وفقد والده شهيدة وتحتسب شهيدة أيضا لأنه كانت بتؤدي مناسك الحجة أو الأمر فبالتالي عايش مع جديته يعني أنا بكلم هذا اليتيم هذا اليتيم ماذا اخترفه من زمن عشان يحيي هذه الحياة فتمن الدفع ما هو ده التمن ده اللي احنا عايشين فيه باستقرار يعني والده والدته إن كانوا عند الرفيق الأعلى وفي جنات الخلد بأمر الله فهو فحلا احنا التمن ده كان كبير بالنسباله إنه عايش حياة غير بقي أقرانه في أمرهم فده يعني فاني عايز أأكد عليه ترجمة الكلمة التمن اللي حضرتك قلتها واللي كانت عنوان للنجوة التفقيفية السبعة وثلاثين ده جزء مهم جدا الرسالة المتعددة زي ما حضراتكم تفضلتم وقلتم العديدة التي تفضل بها السيد الرئيس بالأمس وترحها يعني إقامة المعرض للأسلحة والأدوات لدلالة لدلالة إن احنا بالفعل خلاص قضينا دعوة أهلنا من أهل الشهداء للتواجد وتشرفنا بحضور هذا المعرض دلالة وتأكيد على أن الأمور مستقرة فيما شاهد سبقة هذا المشهد يعني عندما دفعنا بالمعونات كدولة مصرية إلى سوريا وإلى تركيا مرت كل هذه العناصر من خلال من العريش من العريش يعني في المنطقة كانت مسلس مكافحة النشاط أو المنطقة اللي رفع الشيخ زواد للعريش المنطقة دي كانت ملتهبة فلما يبقى ميناء عالمي ويصدر ده دلالة على أن فيه استقرار وأمن أنا بدي بقى هذا المشاهد اللي تؤكد زيارة السيد الرئيسر كان حال بقط المسلحة من حوالي شهر وشوية للتأكيد على هذا الموضوع ثم السيد الرئيس الوزراء برفقة سبعة من الوزراء لذلك دلالة تشين المعدات التنموية اللي كانت خلال السيد الرئيس واحتضانه لأبناء سيناء وبداية الانطلاق للاستكمال تعمير سيناء والتأكيد على ذلك ما صرف على هذا الموضوع حتى الآن قرابة السبعمائة مليار ده دلالته إيه؟ فكرة حجم العمل التنموية اللي بيتم في سيناء ما دي ترجمة حقيقية للاستقرار وللمشاهد فده أول رسالة بيتأكد أننا قادرين على الإرهاب دي رسالة مهمة جدا من الرسائل أن الدولة المستقرية نجحت بفضل الله من خلال الاستراتيجية اللي وضعتها في البداية وعلى المستوى العلمي زي ما صدقتك تبضلت وقلت المستوى العلمي استراتيجية مبنية على أسس هي جزء الشق الأمني وتعاملنا معها أمنيا شق التنموي وعملنا تعاملنا مع التنموي شق الفكري وده الجزء المهم جدا لأن استراتيجية كانت بتالت محاور شق الفكري وعملت أعمال التوعية ويعني الحمد لله أصبحت هناك مساحة الوعي كتير جدا يعني بنستضيف أكديمة ناصر عسكرية بعض المعظم منها بعض المؤسسات التوضحية والتعليمية بتقدم زي الأظهر وزي الأوقاف وزي الكنيسة انتشرت فيها تكرت العامل الفكري اللي كان يكون هناك فكرة الاستقطاب على ناصر جذب الدليل على كده النتاج الإرهابية لما يكون 1262 عمليات عمله من 2016 حتى 2021 وآخر حاجة 22 العملية اللي تمت في عرض 2 البسيطة مقارنة بالنزول إننا نزل من 598 لخمس عمليات أو لتنين عملية ده دلل على انحصار الإرهاب ودليل واضح وصريح بالأرقام على إن هزين عناصر انتهت واندصرت فكرة يعني نقدر نقول كعدد عمليات كشكل للعمليات كنوعية عمليات كأسلوب تدريب كمصادر التمويل كل هذا بطر تفكرة استقطاب على ناصر جديدة لا أصبحت العملات كشكلها عبارة عن عبوات مفخخة بدائية الصنع بتلقى في الطرقات فقط للاستدافة المركبات المتحركة لكن أصبحت العمليات النوعية مندسرة ده دليل على إيه؟ على إن أنا قضيت على شقة الإرهاب وده الرسالة التانية للسيد الرئيس الرسالة التالتة كل مر سيمر مهما كانت الصعاب وكانت بوادره ظهرت في 2012 الرسالة الرابعة رؤيتي كقيادة سياسية ورؤيتي كأخوات مسلحة ووضحها سيادته لم قال سبع سنوات قبل 2009 كانت مرحلة إعداد بنية تحتية عسكرية شديدة جدا من قبل العناصة الإرهابية من سلاح وزخائر وقوة بشرية كبيرة للسيطرة والتحكم ده بحسب ما ذكره السيد الرئيس كل هذا الكلام استشراف بقى المستقبل وإن احنا داخلين على مؤترك كبير قد يؤدي إلى حالة من الصراع بيننا وبين الجانب الآخر في هذا التوقيت فكرة خرار السيد المشير راح مطلع عليه مشير تنطوي بدفع قوات إلى سيناء هذه الفكرة أيضا تؤكد وتدلل على أن الدولة المصرية عندها استشراف للمستقبل وعندها رؤية للتعامل مع تدات والتحديات فكرة إن احنا نقول إن الأزمة الاقتصادية دي مش هي المعيار اللي تدل على حجم الإنجاز أو دور الدولة لا ده عنا لازم نكون عارفين كده كويس نحن لازمنا في منقع عن العالم العالم كله يعني يتعرض لكثير من الأزمات ومنهم الأزمة الاقتصادية اللي نجمع عن العملية الروسية الأوكرانية أو الجائحة كورونا اللي سبقتها إنما إحنا لازلنا معدلات استقرار حقيقية بمعنى مش قصة ارتفاع أسعار ده عرض وطلب يعني عايز إنتاج أزود الإنتاج أخذ على هذه الأزمة من جزرها الفكرة أيضا إن أنا عند المقاومات دي عند المقاومات دي بتوسع بتوسع بعمل مشروعات آه وأنا بأكد على الجملة اللي بقولها دايما إذا كان العالم يبحث عن ألية لعلاج الفقر والبوع فإن الدولة المصرية يوميا تبتتح مشروع يبقى دا دلالة على إيه على إن في استقرار التنمية بقى الإرهاب عكس التنمية فلما يكون أنا عندي أعمال تنموية وبداش لمرحلة متقدمة في التعمير داخل كل ربع الدولة والمناطق النقية تحديدا والمناطق المهمشة سابقا لأ أنا بقول ده كنت في الصعيد المبارح شفت المينيا عاملة إزاي شفت السماعيلية عاملة إزاي شفت المنصورة عاملة إزاي شفت وهكذا دا دلالة على إيه وقبلها كنت في صهاج وفي أحد القرى المدومة دا دلالة على إيه يعني العمق ده أنا فين أحد مراكز محافظة صغاد أحد القرى اللي فيها أحد النجوع اللي دخل هذه القرية وصلت له دلالة على إن أنا خلاص إيدي بطايلة في طرح أياه كريمة المبادرة الرئاسية الكبيرة اللي حققت لازك صحيح التمن اللي حراكوا تتكلم عليه والرسائل السياسية اللي كنا بنتكلم عليه أعتقد أن أبرزها أن إحنا كنا كمذعين أخبار بنقرأ أن استوشهن تلد مش عارف إيه جورح مش عارف إيه في عبوة ناسفة ما كناش نعرف قصص ولادهم عاملت زي وزوجاتهم وأمهاتهم ما كناش نعرف الكواليس لما دا يحصل بحضور السيد رئيس الجمهوري في يوم بتنقله كل وسائل العلامة المصرية ويتم تسليط الدوق بشكل يعني كبير في احتفالية كبيرة على قصة طفل زي طفل بلال أو نشوف مبارح مثلا عندنا في صباح الخير مصر نجيب شقيقة خالد مغرب دبابة وهي بتتكلم عن هي حلمة أنه حيستشهد أنه وجلها في المنط التفاصيل دي بتعمل إيه فينا بقى كمصريين دي شحنة إيجابية شحنة إيجابية بتخدمة من مرحلة احنا قلنا كل مر سيمر كما قال السيد رئيس بالأمس بالفعل بتخدمة بقى من المنطقة دي لما تعرض بقى لحالات الاكتئاب وحالات الإحباط اللي بمنهجة علي من خبر عناصر غزوة الفكرة والثقافية اللي بتحاول تغير من فكري في بطار معركة الوعي لا أنا بقول لحضرتك دولة لأ أنا جاهز أنا لا بقادر بمدير تقع إيجابية دفع إيجابية ديتني عشان أتجاوز هذا الألم هذا الموضوع أي أي يعني يعني فاحص وبنظرة بعيدة جدا اللي المشهد في 28 يناير يقول لا الدولة دي مش قدامها أقل من 100 سنة على ما تتحرك تاني أو تعدي تاني اللي خلاص بؤسستها كلها اختلفت وفي سقوط شاتلو في إرادة وفي جيش في عمود الكامر لكن نسيوا إن في جيش طبعا وفي شعب وراء الجيش دعم ليه فبالتالي التقت الفئتان الإرهاب يمكن أن سيد ريس دلل عليها مبارح وأكدها الإرهاب لن يسقط دولة رجالها على قلب رجل واحد وده اللي كان نتيجة إن إحنا كلنا كنا على قلب رجل واحد كدولة مصرية بكل فئتة وكل طوافها ما حدش قدر علينا والحمد لله المشهد بيدلل ذلك ويؤكد على ذلك المشهد هو أحجم الإنجازات التامة يعني لما دولة اقتصاديا متقدمة من دول كبيرة جدا موجودة على الساحة وكلنا أعلمها جيدا معدل النموي بتاعها بقبل ماينس في ظل جاء أحد كورونا وأنا معدل النموي بتاعها 3-3 من 10 إيجابي وأنا دولة ناشئة وأخص أحسن اقتصاد ناشئة على مستوى العالم ده دلال على إن فيه مصار إصلاح اقتصادي ناجز اشتغلت فيه اشتغلت الفلسف هنا أنا بصيت على الأمن القوم إيه مجالاته مجال اجتماعي أيوة اشتغل عليه شوية المدرات والبرامج الحمايئية ومشابه كل البرامج الحمايئية صحة أو تعليم أو أو بمرامج الحمايئية مختلفة زي قضاع العشوائيات أو مشابه كل هذا الكلام بكل أركان وكل عناصر أمن جزائي أمن طاقة أمن إعلامي أمن ثقافي أمن وعي بصفة عامة يعني كل هذه العناصر تندرج تحت بند الاجتماعي نأتي إلى الاقتصادي منصر الاقتصادي اترصد له بمجابة تحديات وتهدات داخلية كانت أو خارجية اتعاملنا فيها النتيجة النهائية النتيجة النهائية الحمد لله على رغم من التخوفات اللي كانت بتطلع على رغم من بعض القيود اللي كانت بتفرض ولكن الحمد لله الدولة المصرية قدرت تعبر كل هذا الكلام وما زلت ماضية في هذا العبور تبدو الجزء الثاني جزء السياسي مكانت مصر وسقالها ووزنها ودورها الإقليمي المحوري اللي العالم كله بينظر إليها مبارح بالأمس كان فيه كلام السيد الرئيس مع الرئيس بوتم وقبلها بيومين كان مع لينسكي يعني ده دلالة على إيه أنا في المشهد العالمي يعني التحدي الكبير أكبر دولة أو يعني أكبر صراع بي يدور حتى الآن لو أول روسي الأوكراني القمتين أو رقصية الدولة يتناول بالحديث السيد الرئيس عرفتاح السيسي المعنى إيه المعنى بطن الشعر يعني اللي وزه ثقل لو أنا مهمش أو الميليش ما كانتش حتى تكلمني ولا تناول معالها بالحديث فبالتالي دي دلالات إهيه ومشاهد بتؤكد على ثقل دور الدولة المصرية والسائل وزير الخارجية كان بالأمس في أحد المؤتمرات في الجامعة العربية وبأكد على الدور المصر والقوة وأن مصر تتخذ من القرارات التي تدعم موقفها السياسي فيما يتعلق بكل الأزمات والمخاطر المحضقة بينا من كافة التجاهات لأ هنا في رسائل بتؤكد على دور مصر والسقالها في المنطقة وهي فعلا قلب الخرشوف إذا ما رح مطلع عليه المشروط تنتوي قال مصر قلب الخرشوف فما قدرواش يوصلوا للقلب هما أسقطوا الأوراق اللي حوالين القلب لكن ما قدرواش يوصلوا للقلب حتى الآن نجي للجزء المهم التالي الجزء الأمن والعسكري أنا عندي قوات لها ترتيب هذا الجيش المصري عندي له ترتيب لتصنيف عنده تأهيل عنده تدريب عنده تصويم مصادر سلاح عنده خبرات مكتسبة من معارك سابقة عنده قدرة بتتبارى تتبارى كاف الدول العالم إنها تعقد معنا تدريبات مشتركة ليه؟ لو أنا ما عنديش القدرة دي وما عنديش الخبرة دي وما عنديش الألية دي وما عنديش الكافاءة دي طب أنا بعثات اللي بتطلع من القوات المصلحة من الضباط بيتفوقوا وحتوصوا المسألة المراكز الأولى في الدول نفسها على الدارسين بتعد دول نفسهم اللي هم متقدم فيها سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في روسيا أو في بعض الدول المتقدمة عسكرية ده دلالة على إيه؟ لا أنا عندي البنية التحتية الأساسية من الأبناء ومن الأحفاد ومن الشباب ومن الفتيات كل هذا الكلام اللي هو كيان الشعب المصري لا أنا نجز فيه محقق فيه وعلى المستوى العالمي بطلاط في كل المجالات ده دلالة على إن العقلية المصرية الحمد لله طالما توفرت لها البيئة البيئة ولو بالكاد البسيطة لا بتغزو وتتفوق نحن الحمد لله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى البقعة الوحيدة اللي تجلى عليها في الكون كله فلازم يكون دي مكتسبات ما لازم نعزل إن شاء الله آمنين صحيره أجناد الأرض بالزبط الرسول عليه الصلاة والسلام قال خيره أجناد الأرض وربنا سبحانه وتعالى تجلى على عزيزه طوله مصر إن شاء الله آمنين الكلام ده مش ببلاش وبرضو لازم ننظر إلى جزئية مهمة جدا القرار السياسي الحر بتاعي مالوه تمن علي تمن كبير فبالتالي التحدات بتكسر علينا في هذه الفترة نتيجة قرارك السياسي الحر أنت محدش بيوملي عليك حاجة محدش يفرد عليك حاجة أنت اللي بتقول رأيك وتقول قرارك وبتاخده النابع من المصلحة الشعب البصري محدش يفرد عليك حاجة ودي لها دلالات ولها قدرة وليها قوة الكلام ده مش ببلاش يا جماعة ولازم كلنا نوعال ونفهمه لازم التحدات تكسر علينا احنا الواحدين اللي معاديين احنا ببنختارق فاشي طبعا لازم يحط لك عراقيل في سكتك متمثلة تحديات اللي كان كان شكلها يفتعل أزمات بقى يفرض بعض الأمور طب ايه اللي يوصل للرسال دي غزو فكرة وثقافة شائعات ماشي فتنة ماشي حروب جير ورابع ماشي دي نقطة بقى مهمة يفندم يعني خلال حديث سيادة الرئيس أمس أيضا تحدث انه فيه يمكن بعض الأحداث اللي كانت بتحصل زي ما احنا بنقول عليها خلف الكواليس المصريين لا يعلموا عنها شيء بالزبط وانهما لو يعني اتعرض جزء ولو بسيط من هذه الحقائق الناس مش هتستوعبها لأي مدى هذه الكلمة تحديدا يفندم تعد بمثابة ضربة تلجن الإلكترونية وحرب المعلومات اللي احنا نتكلم عليها وفكرة قلب الحقيق شوف حضرتك أولا أنا كنت شاهد عيان ومجموعة من الإعلاميين يمكن التلفزيون المصري كان ممثل فيه بعناصر من حضراتكم وكل القناة الفضائية كانت موجودة وطلعنا جبل الحلال وكنا تفقدنا الأماكن هناك وكنت موجود معاهم وشفت هذا الكلام رؤيا العيد لما نلاقي يا فندم ميدان تدريب داخل الجبل لما نلاقي مكتات وأشكال لأن قتل ارتكاز الأمنية بتاعت الشرطة والخط المسلحة داخل الجبل يتضربوا عليها ده كله لازم تحط في المتحف ما هو ده شيء كل الكلام ده لما لاقي بعض الأسلحة والمفرقعات وبعض الأدوات وبعض يعني ده كان بيهربوا بيهربوا الحبوب المخدرة لهدفين ما هو ده إما تشتيت الفكر بتاع الشباب المصري والقضاء على وعيه ده من جهة أو لتمويل تجارتهم أو أو لتمويل تجارتهم يبقوا ويشتروا بيس لأحوة أو ما شابه أو ينفزوا بقى بعض العملات الإرهبية الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن لأ فيه كان في الحرب كان كبيرة طبعا وإستضحت الرؤية بعد 28 يناير 2011 إستضحت جدا بالنسبة لقادة السياسية المصرية الوعية من القوات المسلحة اللي قدرت تستوعب الحدث وتعرف المستهدف إيه؟ وقدرت تحدد تماما حجم التهديد اللي بيقابل الدولة المصرية إيه؟ عشان كده كان لازم يكون وعيين لهذا الكلام من 2009 السيدة الرئيس آه استشعلنا الخطر وكان ممكن يؤدي إلى حرب بيننا وبنجاري بالآخر لما تكون من التحتياب بتاعتهم مقتصد كده بالمشأة ده لا ده ده تنب على خطر قادم فلا ناخد إجراءات وفعلا تأخذت الإجراءات اللي كفلت في النهاية بعد إجراءات العمل التنصيخ اللي كفلت في النهاية الحقيقة فكرة العناصر دي واستخدامها للأسلحة والمشاهد اللي روعت لما كون رؤية العين أنا شفتها ومجموعة من الإعلامين شافوها ورصدوها وسجلوها بأدواتهم في قليل القناة فاندر المشاهد موجودة والتهديد على الهواء كان موجود بالضبط كانت المشاهد موجودة لا أنا بتكلم على اللي موجودة في جبل زي سين صحيح ده فكرة تطهير هذا الجبل العبيق صحوالي 60 كيلو طول الكلام ده كان يعني يتطلب قدرات قتالية غير عادية عملية تنصة عملية تتبع عملية رصد لهذه العناصر الارهابية لا احنا موجودين احنا سامعينهم وبيقولوا ايه والله احنا سامعين نبحلب بالله احنا سمعنا كنهم بيقولوا ايه وعارفين اماكنهم فيه وبنرسودهم بس في بعض الامور في خصة ودناءة احتماء وحماية ببعض الافضال ببعض القوى البشرية من الشعب البسيط اللي مقولوش زمد فبالتالي مكناش بنتعامل كنبنوكو في التعامل ممكن بعض المشاهد التمثيلية اظهرت هذا الكلام من خلال الفن وخلال برنامج الاختيار والممر او فيلم مسلسل اختيار والممر اعتقد من دول عرضوا باحترافية شديدة المشاهد كتباشت زي كنا رحين فيها وبناءة عارف عشان يعني نلخص ما تم بالامس ماذا ارادت القيادة السياسية المصرية ان ترسل برسائل الى الشعب المصري من خلال يوم الشاهد واحد اتنين تلاتة اربعة واحد ان الدولة المصرية الحمد لله اتكاد او شكت بل او شكت ان شاء الله بالقضاء على الارهاب وده الرسالة الاولى وطهرت سيناء من فن وسيناء جهزة للتعامل وانا استعرض هذا الكلام من خلال الرسالة جزء التاني ما تبقاش الازمة اقتصادية البسيط رضيا معيار لتقييم الدولة ابدا ولا بحجم الانجازات او تضحطها الجزء ده لازم لازم يكون لنا الوعي بمكان بما يحق لنا ساقف الداخل او في الخارج نكون عارفين اللي بيحصل لنا ايه لان انت انك انت تتحدد المرض فتستشرف العلاج وتتجري فيه الاجراء اللازم الجزء التاني فكرة قامة المعارض وقامة الترسيخ والتأكيد واسبات الحالة على المشاهد دي ده التاريخ لان ينسى ابطال هؤلاء فكرة الاحتفال في حد ذاته دلل على نبل ووفاء وسمو وعرفان وامتنان من الدولة ومن القهد السياسية بابناء وارواح وبالتمن اللي اتدفع منهم صحيح يمكن اسمحلي فانده من انا اضيف نقطة كمان كان اشار اليها سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي وانه بلاش ننصاق ورا الكلام وهنا نقول الكلام اللي بيتقال طول الوقت انه لأ والاوضاع صعبة جدا واحنا ايه اللي بيحصل عندنا بلاش ننصاق ورا الكلام ده صحيح في ازمة اقتصادية مش مصرية عالمية بصوا بنفسكم ما تاخدوش كلام اي حد ثقة بصوا على الاخبار اللي بتحصل في العالم كله شوفوا كل الدول برا عاملة ازاي ايه اللي بيحصل عندهم وقرنوا انتوا بنفسكم وشوفوا اذا كان ده فعلا حاصل او ازمة عندنا احنا بس ولا ازمة عالمية على اي حال بشكر حضر جزيلا شكر طبعا سيدة اللواء عيدر العمدة المستشار باكاديمية ناصر العسكرية نورتنا يا فندم واني كل سنة وحضرتك طائر شكرا 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 شكرا